أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الشعراء يبتدئ بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام فيقول الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام واتل عليهم يعني اقرأ يا محمد على قومك نبأ الخليل وخبره الجليل الذي هو من أعجب أنبائه الكثير عليه الصلاة والسلام وأفضل أخباره لأنه تضمن لرسالته ودعوته لقومه ومحاجته لهم وإبطال ما هم عليه من الشرك ولذلك قيده بالضرف فقال إذ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب فما بعث الله بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبياً إلا وهو من ذريته ولقد تكرر في القرآن ثناء الله على الخليل عليه الصلاة والسلام حتى كاد القرآن أن يكون ثناءً عليه فأثنى الله عليه في معظم سور القرآن وقال الله واتخذ الله إبراهيم خليلاً وقال وإبراهيم الذي وفَّى وقال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس له من نفسه شيء حقق عبودية الله تبارك وتعالى حتى إنه في سبيل الله وفي هذا السبيل جعل ماله للضيفان وعرض جسده للنيران وقدم ولده للقربان فاستحق أن يكون خليلاً رحمن ولهذا قال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قال لأبيه آزر آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين والقرآن يفسر بعضه بعضاً وقال تعالى وإذ قال إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً قال لأبيه وقوم ما تعبدون يعني أي شيء تعبدون وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم يعبدون الأصنام لكنه أراد أن يلزمهم الحجة أراد أن يلزمهم الحجة وأراد أن يبين لهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً قالوا متبجحين بعبادتها قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين نعبد أصناماً ننحتها ونعملها بأيدينا فنظل لها عاكفين أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا وقال بعضها للعلم إنما قال فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل يقالوا ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار طيب والليل ماذا قال بات يفعله سنت وهذا من بلاغة القرآن قال إنما قال فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل يقال ظل يفعل كذا طول نهاره يعني ظل يفعل كذا إذا فعلوا بالنهار والليل يقال بات يفعل كذا قال لهم إبراهيم عليه السلام مبيناً عدم استحقاقها للعبادة هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون يعني هل هذه الأصنام تسمع دعاءكم هل يستطيعون تفريج كروبكم هل يزيلون عنكم كل مكروه أو ينفعونكم أو يضرون فأقروا أن ذلك كله غير موجود في معبوداتهم وأنها لا تستطيعوا أن تفعل شيئا من ذلك وإنما عبدوها لشيء واحد وجدوا آباءهم على عبادتها وجدوا آباءهم على عبادتها فهم على آثارهم يهرعون ولهذا لما كسرها الخليل عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأنبياء قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أجابوا بالتقليد البحث بغير حجة ولا برهان ومعلوم أن التقليد ليس بحجة قال لهم الخليل عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء لما أجابوا بالتقليد بماذا رد عليهم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين تحتجون علي بفعل الآباء أنتم وآباءكم في ضلال مبين يعني احتجوا تحتجوا بشيء ليس بحجة فالتقليد لا يعتبر حجة حتى قال أهل العلم أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم مقلد ليس معدودا من المال ونظر في الأدلة ومتمييز ومعرفة من صحيحها ومن سقيمها وقول الغير يحتج له أو يحتج به يحتج به أو لا يحتج له لا يحتج به إنما يحتج له يطلب الدليل له فهو لم يكن عندهم دليل قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وأباءكم في ضلال وهنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون فإنهم عدو لإلا رب العالمين ولعل قول إبراهيم هذا كان في أول الدعوة قبل أن يعزم على تحطيمها فأظهر هنا قلة اكتراثه بهذه الأصنام قال إنهم عدو لي فقط لأنه أيقا بأن سلامته بعد ذلك تدل على أن الأصنام لا تضر بأدنى ضرر وإلا لضرته لأنه بيّن أنه عدو لها فلعل إبراهيم عليه السلام لعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءهم على مراحل أول ما بدأ قال هذه الأصنام عدو لي أنا بيّنت أنه عدو لي خلوها تضرّا ما ضرته والأصنام ما له إدراك حتى توصف بالعداوة فكيف قال إبراهيم فإنهم عدو لي هذا من قبيل التشبيه البليغ أي هم كالعدو لي في أني أبغضهم وأضرهم أفعل بهم المكروه ما يستطيعون أن يدفعون عن أنفسهم شيئا إلا رب العالمين هذا استثناء منقطع إلا بمعنى لكن أي لكن رب العالمين جل جلاله ليس كذلك بل هو ولي في الدنيا والآخرة الذي خلقني فهو يهديم هو المتفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية إلى مصالح الدنيا والآخرة وقد وصف الخليل عليه الصلاة والسلام ربه بما يستحق العبادة لأجله فإن الخلق والهداية والرزق بيده جل وعلا ويدل على ذلك قوله والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مررت فويشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا تخصيص لبعض الضروريات فالله جل وعلا هو وحده المنفرد بذلك فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة وتترك عبادة هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي ولا تمرض ولا تشفي ولا تطعم ولا تسقي ولا تميت ولا تحيي ولا تنفع عابديها بكشف كرب ولا مغفرة ذنب ولا شك أن دفع المرض والشفاء من المرض بعد نزوله والإماتة والإحياء ومغفرة الذنوب نعم يجب على العبد أن يشكرها وأعظم الشكر وأساس الشكر وأكبر الشكر أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون سواء لماذا أسند إبراهيم المرض إلى نفسه دون غيره من الأفعال المذكورة لماذا قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت ما قال والذي يمرضني أحسنت نعم فعل هذا رعاية للأدب مع الرب جل وعلا وإلا فإن المرض وغير المرض كله من الله كله بيد الله لكن فعل هذا رعاية للأدب مع الله سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وقول إبراهيم والذي يميتني ثم يحين مراد بأله البعث وحدفت اليام من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآي حتى تتوافق رؤوس الآي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله وهضما لنفسه ومباعدة لها من هاجس استحقاق المغفرة لماذا طمع بذلك؟ لأن الله وعده والمغفرة ما هي العفو عن الخطايا لماذا قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين يوم القيامة يعني لأنه اليوم الذي يظهر فيها ثر العفو وهو يوم الجزاء للعباد لأعمالهم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين فلا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال لا يا عائشة لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين من جدعان هذا هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان مؤذيا في قريش ما يمكن يقابله أحد إلا يؤذيه يضرب هذا ويقتل هذا ويسوي مشاكل مع فلان يوم من الأيام ساق قصة ونحافظه من كثير في البداية والنهاية يوم من الأيام ذهب إلى يأس من الحياة من كثرة مشاكل ومع الناس طلع من مكة حائرا بائرا يائسا زاهكت النفس من كل شيء ودخل وجد جبل ورأى في المغارة ثعبان عظيم وما يدخل بي يغامر مع الثعبان قال أم أقتله كعادتي في الأذى ولا يقتل أنه يستريح من الناس يستريحون منه يقول يهجم على الثعبان ما يتحرك الثعبان ويناظر يلمس ولا ثعبان من ذهب ثعبان من ذهب ويأخذ الذهب وينظر إلى في المغارة ذهب أكثر من الذهب اللي براء خارج ويأخذ الذهب هذا ويشتري قطعان من الإبل ويأتي إلى قريش ويصلهم ويبدأ يطعم الناس ويصل له مكان عظيمة حتى إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي جهل لما قتل قال أني تدافعت أنا وياه على جفنة ابن جدعان فدفعته فوقع على حجر أي دفع النبي عليه وسلم دفع ابو جهل ففي أثر في ركبة من هذا فكان يطعم الناس وتبدلت حاله بعد البغض والشقاء إلى أن صار محبوبا عند قريش لطعامه وصلته للناس فالشاهد عائشة رضي الله عنه ترع انتباه هذا الأمر عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يصل الراحم ويطعم الطعام فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب يغفر لي خطيئة يوم الدين ربي هب لي حكما دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال ربي هب لي حكما يعني علما كثيرا وحكمة وفهما أعرف به الأحكام وأحكم به بين الأنام وقيل ربي هب لي حكما يعني حكمة ونبوة يعني طلب الازدياد من مراتب الكمال والمنزلة وسأل الله الدوام على ذلك ربي هب لي حكما وقال حقني بالصالحين أي بالنبيين والمرسلين من قبلي في المنزلة والدرجة واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اجعل لي ثناء صدق وتخليد مكانة مستمر باق إلى آخر الدهر وهذا التفسير نقل الإجماع عليه هذا يدخل في إجماعات المفسرين يعني اجعل لي ثناء صدق وتخليد مكانة مستمر باق إلى آخر الدهر وقد ذكروا أن هذه الآية مفسرة لقوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقوله تعالى أيضا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم يعني تركنا عليه ثناء حسنا وفعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا لسان الصدق الذي كتبه الله له إنه ما بعث الله نبي إلى من ذريته وأيضا إنه إلى الآن يذكر إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في القرآن في سورة البقرة ذكر الله إبراهيم في سورة آل عمران في سورة النساء في سورة الأنعام في سورة براءة في سورة هود في سورة الحجر في سورة إبراهيم في النحل وفي النحل قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم وحين إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم ستذكره في القرآن في سورة مريم وفي سورة الأنبياء وفي سورة الحج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل في هذا وفي سورة وفي سورة الشعر هنا وفي سورة العنكبوت وفي سورة وفي سورة الممتحنة وفي سورة النجم وإبراهيم الذي وفأ وفي سورة الأعلى يعني سبحان الله معظم سورة القرآن ثنع على إبراهيم وفي سورة الشورى كذلك وفي سورة الصافات تفصيل وفي الزخرف في آية هنا واجعل لي لسان صدق في الآخرين في آية في سورة مرت عليكم قريبا من هذا خبر الله أخبر الله عن المؤمنين أنهم سيكون لهم لسان صدق مكانه منزلة ما هي الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا يعني محبة في قلوب الخلق ومنزلة وإبراهيم جعل الله له ذلك حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم قالوا باب التواضع عليه الصلاة والسلام وقال ولد لي البارحة ولد سميته باسم أبي إبراهيم فسيرة الخليل عليه الصلاة والسلام عجب من العجب وله سبب واحد إنه حقق عبودية لله ما له من نفسه شيء أبدا يلتمس مراض الله في كل بقعة وفي كل مكان حتى إن الله لما أمره ينقل سارة من ينقل هاجر وإسماعيل من فلسطين هرض الشام إلى الحجاز بوادي غير ذي زرع جاء بهم وتبعته هاجر قالت يا إبراهيم كيف تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أحد وما يكلمها لأنه لو التفت تدركه وشفقت الوالد على ولده استمر مقفي حتى قالت آه الله أمرك بهذا فأشار برأسه النعم ولا التفت قالت إذا لا يضيعنا فلما صار خلف الثنية دعا بهؤلاء الدعوات ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخر إذ قال لو رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين في الحال قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابر فلما أسلم أسلم إبراهيم أسماعي ولهذا قال الله إبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس الإماما وكل أمة من الأمم تتمسك بالخليل وتعظمه فصار محبوبا مقبولا معظما في جميع الملل في كل الأوقات وجعل الله النبوة في ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح واجعلني من ورثة جنة النعيم أجابه الله أجاب الله دعاءه ورفع منزلته في جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين كان أبوه قد وعده أن يؤمن به فوعد أباه أن يستغفر له سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لكن رجع إبراهيم من هذا رجع أن استغفر لأبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولا تخزني يوم يبعثون يعني لا تفضحني على رؤوس الأشهاد ولا تلحق بي ذلاً وهواناً بمعاتبتي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد ولا تلحق بي ذلاً وهواناً بمعاتبتي أو لا تعذبني يوم القيامة بل أسعدني في ذلك اليوم وقد روى البخاري عند قوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة وجاء بإسناد آخر عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين إني حرمت الجنة على الكافرين وفي لفظ عند البخاري أيضاً يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أب الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك يعني انظر وش اللي تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ الذيخ والذكر من الضباع كأنه حول بقدرة الله آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعدرته فيلقى في النار كذلك نسأل الله فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائم فيلقى في النار جاء في السنن النساء كبير بلفظ قال انظر أسفل منك فنظر إبراهيم فإذا هو أي آزر ذيخ يتمرغ في نتنه فأخذ بقوائم فألقي في النار يوم لا ينفع مال ولا بنون يعني لا ينفع فيه المال والبنون أحداً من الناس والابن هو أخص القرابة وأولاهم بالحماية والدفع والنذر فإذا لم ينفع فغيره من القرابة والأعوان أولى لا ينفع في ذلك اليوم إلى الإيمان بالله جل وعلا إخلاص الدين له التبري من الشرك وأهله كما قال الخليل نفسه عليه الصلاة والسلام قال لقومه إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ولهذا قال الله أن اتبع ملة إبراهيم ما هي ملة إبراهيم الحنيفية هي التبرؤ من الشرك وأهله والاستسلام لله ظاهراً وباطناً إفراد العبادة لله وحده ولا شريك له إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو الذي ينفعه يا رب ينفعه عندك يوم القيامة وهو الذي ينجو به من العقاب الذي يأتي الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك وسلم من الغل والحق والحسد وسلم من الكبر وسلم من الشح وحب الدنيا والرئاسة وسلم من كل آفة تبعده عن الله عز وجل سلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره القلب السليم هو الذي يسلم من كل شبهة تعارض خبر الله ومن كل شهوة تعارض أمر الله سلم من كل إرادة تزاحم مراد الله سلم من كل قاطع يقطع عن الله قلب مخلص لله سبحانه وتعالى ظاهراً وباطناً قلب حقق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم فلم يقطعه قاطع عن الله لم يقطعه قاطع عن الله عز وجل فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعد ولهذا يقول بعض الصالحين إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي جنة الرضا بالله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً والرسول لا بد يسلم الإنسان لأمر الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلم تسليماً ما يكون صاحب القلب السليم إذا سمع بدليل من القرآن ومن السنة بدأ يلتمس المعاذير لنفسه ليتهرب من هذا الحكم الشرعي يأخذ أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كاملة يستجيب لله للرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالاً مبيناً وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هذا صاحب القلب السليم الذي يقبل دين الله كاملاً يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يقبل أوامر الله لماذا حصل لبعض الناس الآن حصل لبعضهم الشبهات مرض الشبهات وبعضهم مرض الشهوات لأن هؤلاء الذين حصل لهم هذا ما استسلموا لأمر الله أما لو اقتنع الإنسان أنه عبد لله هو بين أمرين إما أن يكون عبداً لله ولا يكون عبد للشيطان شهوته يقول ابن القيم على أمثال هؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فالقلب السليم القلب أصلاً عليه مدار الأعمال كلها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فعلينا عباد الله أن نعتني بإصلاح قلوبنا نبحث ما هي الأشياء التي تصلح قلوبنا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلب له أثره الواضح القلب السليم القلب الصالح صاحبه لا يأكل إلا الحلال ما يأكل إلا المال الحلال الكسب الطيب فقط يبتعد عن الخبيث والمتشابه صاحب القلب السليم لا يحمل غلاً ولا حقداً ولا حسداً بل يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع لا يحمل ذلك على أحد من المسلمين صاحب القلب السليم هو الذي يؤدي فرائض الله كاملة وينتهي عما نهاه الله صاحب القلب السليم هو الذي إذا خلى بمحارم الله وتهيأت له فرصة المعصية قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صاحب القلب السليم هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات في هذا الوقت هذا الزمن ما أحوجنا أن نعالج قلوبنا قلوبنا ميتة ماتت القلوب لأسباب لفتن الشبهات والشهوات التي تعرض على المسلمين صباحا مساء عبر القنوات وعبر المواقع فتن أفسدت الفطر أفسدت بعض الفطر وأفسدت كثيرا من القلوب الناس ولهذا تجد القلب يتأثر من نظرة واحدة الآن تهيأت تهيأت للناس وفتحت أبواب الشبهات والشهوات فالآن المبتدعة والكفرة يعرضون فتنهم ويعرضون شبهاتهم في المواقع وعلى القنوات صباحا مساء وأصحاب الشهوات يعرضون فتنهم في القنوات والمواقع صباحا مساء والقلوب ممتحنة بين هذه الأشياء أما داع الرحمن أو داع الهوى والشيطان وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهذا من دعاء المؤمنين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أبنت الوهاب فما أحوجنا في هذا الزمن إلى أن ندعو الله من قلوبنا بأن يثبت قلوبنا على الإيمان ثبت قلوبنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا رسول الله آمنا بك وصدقناك فهل تخاف علينا قال ما من العباد أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصحاب الرحمن إذا راد أن يقلبه قلبه وكانت يمينه المفضلة أن يقول لا ومقلب القلوب وفي الحديث الآخر لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا فالقلوب تتغير وتختلف وتتقلب ولهذا الإنسان عليه أعظم علاج لإصلاح قلوبنا هو الدعاء وتدبر القرآن قراءة القرآن بالتدبر يقول ابن القيم أنفع ما يكون لصلاح القلوب هو قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لا استغلوا بها عن غيرها فإذا جاء إلى آية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه قرأها ثم كررها وكررها وكررها حتى يصلح القلب الآن كثير من المسلمين أعرضوا عن كتاب الله حتى صدق على كثير منهم قول الله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وانشغل جعل كثير من المسلمين معظم أوقاتهم انشغلوا بالشعر والنشيد وأسرفوا في هذا وانشغل منهم كثير منهم بالقنوات والمواقع والفيسبوك والتويتر والبلاك بيري وما إلى ذلك من الأجهزة وصار وقت تجد الواحد ما عنده وقت السنن الرواتب الذي فيها صلاح قلبه ما عنده وقت لقراءة القرآن الذي فيه صلاح قلبه ما عنده وقت لقيام الليل ما عنده وقت لصيام النهار ما عنده وقت لتدبر القرآن وتفاهم معانيه شغل عن الفرائض بل بعضهم ربما يدخل عليها الوقت ويخرج الوقت وما صلى الفريضة التي فرضها الله فضلا عن الرواتب فهل هذه الحالة ترضي الله إلا من من الله تبارك وتعالى عليه قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغربة يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسده الناس ولن يصلح الناس أحده فاسد لن تصلح الناس وأنت فاسد هيهات ما أبعد ما تكابد الناس لا يصلحهم إلا من أصلح نفسه أولا لأن فاقد الشيء لا يعطيه إلا من أتى الله بقلب سليم لا تتم سلامته القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء كما أشار إلى ذلك الإمام العلامة الحافظ بن القيم رحمه الله تعالى قال لا يسلم لا يتم للقلب سلامة يعني سلامة مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وشهوة تخالف الأمر لا يتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر شهوة تخالف الأمر لا بد يسلم من الشهوة التي تخالف أمر الله وأمر رسول عليه الصلاة وغفلة تناقض الذكر يسلم من الغفلة التي تناقض الذكر عكس الذكر تماما وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والتسليم المطلق لله وهوى يناقض التجريد وهوى يناقض التجريد يعني يسلم من الهوى الذي هو ضد التجريد والإخلاص يعم والإخلاص يعم لا يتم للقلب سلامة حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص يعم هذه الأمور كلها الإخلاص لو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أصحاب القلوب السليمة قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم يعني من شيعة نوح عليهم الصلاة والسلام ولا أدل على سلامة قلبه من كونه ليس له من نفسه شيء كل مراداته وهوى نفسه تحت قدمه إنما هو يلتمس مراض الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداق في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك